علاء عايزين نبدأ بقى نقول لجماهين النادي الاهلي علاء ميهوب والكلام اللي بنقوله هنا مبتلش في حيات طبعا اوما الناس ما سمعتوش قبل كده بمعنى صح علاء ميهوب بدأ في الحوامدية وبعد كده جيه على النادي الاهلي سنة كم جيت النادي الاهلي؟ جيه سنة النادي الاهلي سنة 23-24 اهلت معاق في النشئيين اختبارات النشئيين الاول؟ اختبارات النشئيين اه لا امنا ده طريق طويل يعني مين اول واحد استقبلك المدربين في النادي الاهلي؟ اول واحد عملت معه لارحمة كابتن حمود السايس هو اللي كان مسئول عن الفريق وقته هو شافني في الاختبارات الحلو ان انا بالضبط اسبوع بالضبط كل يوم بروح اختبارات وبعد اختبار اختبار لحد ما جيت فاير اختباره مشاني كابتن سايس كابتن سايس مشاك؟ لارحمة كابتن سايس قال لي مشاني اني قال لي انت جاس مك صغير بالضبط كده وحاط ربنا كابتن سايس فالله ارحمه يعني كان وقتها بقى كابتن سايس فالله ارحمه وكان نجم النادي الاهلي وانت بلديات سايس بلديات طبعا يعني كابتن رضع بحميد الله ارحمه اه طبعا قبلهم كمان فمشيت طبعا كانت فيه نخمة بقى كابتن سايس فالله ايه لازم بفيه وسطة ومش واسطة وكلام من ده وروح طبع البيت بعد طب وانت في الاختبارات كان فيه فعلا وصاية بتاعة قدامك لا 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 بصتك كابتن سايس فالكورة فقاش واسطة الكورة دي انا دايما بتكلم بقول حاجة كده يعني حاجة بسطة جدا الكورة دي بالضبط زي بتمثل على مسرح يعني الناس شوفها كويس ليس تبقى وحش اكيد يتبقى نجمة والناس تقول ده كويس اما تبقى كمبارس وفي الاخرى تبقى وحش اكيد فالكورة فقاش حاجة اسمها واسطة خالص ايه ما بقى كانوا رؤؤساء الانديها ولادهم ولاد اللي لعبوا كورة كلهم لعبوا كورة دام بروسطة انا بقى بازراميد بقى بالضبط كده طيب طيب علاء لو قلنا انت بدأت مع عشبال الناد اهل وسنك كم سنة تلاتاشر سنة بالضبط تلاتاشر سنة بالضبط تدركت مع النشيين نشيين بقى نعبتي كم سنة كم سنة كم سنة كان دام بيعملوا سنة زوجي وسنة ثردي ايه 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 انا بدأت الامور بالنسبة لي تبقى واضحة مين المدرب اللي شافك وقال ده هيبقى مستقبل النادي الاهل اول واحد شافت مش هتصدق حضرتك دكتور دعم راوم ماجد هو اللي اختارني اسم في الاختبارات مش الكابتال السايس اه انما الكابتال السايس كمسك الفراس اه قال له خد الولاد اعلاق ده انا اعرف قال له خده وعلى ضمان تانى هيبقى لعب كويس جرانتي اه جرانتي كملت وكانت فيه حاجة حلوة او على فكرة مصطفى مع انها كانت حاجة متعبة بالنسبة لي بس كانت حاجة حلوة ان كان كل فرق النادي الاهل اتمرأ مالها بواحد بس مزبوط يعني احنا كانت متعتنا لما كنا صغرين كده بنيجي احنا اول ناس فكنا بنكمل اليوم بنتفرج على الفرق كلها لحد نما يجي تدريب بتاع فريق الاول لقوع حضراتكو بقى مش عايز اقول لك ده كان بتبقى متعت اليوم بالنسبة لي ان انا قاعد بتفرج على نجوم النادي الاهلي اللي في يوم الايام كنت بتفرج عليهم في التلفزيون سبحان الله بقت بتفرج عليهم انا وقتها ما كنتش راسم او مخطط او بحلم ان انا في يوم الايام هبقى مع ناس دي والله العظيم يا كفتا مصطفى يعني انت متى كنت اهلاوي بقى اه طبعا يعني لو كانش وكنت في الاختبار دي قلاشت بمعنى قلاشت انا قلاشت قلاشت ورجعت تاني اه قلاشت طيط لما كنتش انضميت لعجبال النادي الاهلي كنت هتفكر تلعب اي نادي اخر فيه ما فكرتش يا كفتا مصطفى خالص والله خالص يعني حتى بعد ما مشيت من النادي الاهلي رجعت البيت على الفكرة والدي الله ارحمه اهلاوي بجنون يعني نعم فقلت خلاص الله ارحمه قلت خلاص بقى ما فيش جعله ما فكرتش خالص عدى اسبوع والحاق يعني سبحان الله كده قلت ايه اروح اجرب كابت السايس الدنة بعدها معاد يوم جمعة موضوع انتهى واصحابه قال له خلاص بقى ما عليش ومزعلش وكده وخلاص وكان في وقتها في النادي في الحامدية كان واحد بتاعيد فارس وشعبان البطل حدقك افتكد الاسم ده اه طبعا شعبان كان موجودين في الناشئين ايه كابت السايس الدنة بالضبط الله ارحمه لكن روحت والحمد الله كان ليه نصيب ان انا اكمل في النادي كملت بدأت قلت لي اربعتاشر سنة بقى بدأ الامور تتاضح شوية بدأ يسمك اه 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 وبدأ الناس تبدأ تتكلم على الفريق ده في ثلاثة او اربعة لعيبة ممكن يكملوا في النادي الاهلي الزمان كان دايما بيبصوا على الناشئين كان طار ابو زيد بالترتيب كده طار ابو زيد علام ميهوب محمد حشيش واسلام عباس كان مننا مع بعض كابتان مصطفى لعبنا وطبعا منتخب مناطق كلها وبعدين النقلة الكبيرة بالنسبة لنا منتخب الناشئين الراكس على مع الخادير هاني مصطفى الله يدي له الصحة وقافية وشفي يا ربه كامل شفاء عليك كابتان هاني مصطفى طبعا كابتان النادي الاهلي وكابتان منتخب مصر كان كابتان منتخب افريقيا ودي ممكن ناس قليلة جدا تعرف الكلام ده وده قياما طلع نجوم ده حاجة جميلة وكنا بتعامل مع شخصية في منتهى الاحترام تحس ان كده كان يعلمك كل يوم حياة جديدة بعدها كابتان بعد كاس العالم رجعت من كاس العالم على الفريق الأول بدأت رحلتي مع الفريق الأول قاد الصحف هي مفاجئة الاهلي المسلم الجديد ميوب صنع ألعاب منتخب الناشئين دي بعدها دي بعدها بعد مرجعت المنتخب الناشئين على طول استراليا كنا احنا اول منتخب يروح كاس العالم على فكرة كان قابلينا منتخب كابتان خالق جداله في استراليا كان قابلينا منتخب كابتان خالق جداله في استراليا ده طهره بزير كان في اجاب سجل هدف باكورد بالضبط اه خد الحزاء الزهبي ايو نصر رجعنا انا وكان طار لعب قابلي تصعد مع الفريق الأول معاكو قابلي بحوالي اربع خمس متشوط لكن اما رجعنا من استراليا على طول كلنا تصعدنا احنا اربع مع الفريق الأول وكان مع كلوتشاي انا لسه اقول لك المدرب اللي شاف علاء ميهوب وقال لك علاء ميهوب ده ده اساسي في الفريق الأول مبدئيا اول واحد شافني كان مستر هيدوكوتي هيدوكوتي واتمرنت معاه تمرنتين بالضبط انا فاكر كويس قوي واتمرنت معاه يعني مع كل العمالقة يعني بس كان وقتها كان عندي بتحانات سنوية عامة فما كانش هينفع فبتكلم معاه الا انت ممكن تمتحنه ويهت وقت يجي الموسم الجديد على فكرة مستر هيدوكوتي بقى كان بياخدنا انا مختار ومحسن صالح والخطيب وطهر الشيخ وزيزو كان بيولينا تعالوا افرقكو على ناشئين دول مستقبل النادي الاهلي كان هو البيت بيلبس الشورت والشورت بالزبط وجازمة بدون شرب ويقعد بيها في الشمس كده وفي الشاف فجي قال لنا تعالوا حوريكو والتنتا وطهر ابو زيت وحشيش واسام واسامة كان فيه واحد خامس كان مصطفى ابو الذهب تقريبا كده فقال لك دول هيبقوا مستقبل النادي الاهلي ففعلا كان فيه اهتمام بالناشئين لما شافك يا دوكوتي بقى كملت وثلاث مرنت مع التمرينتين وبعدين اتزارت عشان انت سامع عامة وكده وبعدين مستر دوكوتي ميش ويجي مستر كالوتشاي اكيد حضرك فاكر طبعا هو اه هو اللي بدأت معاه اول مبارا اول مبارا وكملت معاه في ناتقه احيانا على الواحد اللي بدأت طالع من الناشئين او من الاشبال او من اي حتة بيبقى ليه اصحاب في الفرقة مين اللي كان اصحابك ورابين منك قوي وكملوا معاك ورابين كاملوا معاك ورابين كاملوا معاك ورابين كاملوا معاك زي ملتحدة كان طاهر واسامة وحشيش لكن اللي كاملوا الاخر خالص في النادي الاه المنتخب مصر هو انا وطاهر ومشي لها في نفس اليوم والباقي ما كاملش يعني لعبه فترة في الفريق اول مفاكرة في النادي الاهلي محمد راح المقولين واسامة راح الاسماعيل بعدها لكن انا وطاهر اللي كاملنا الاخر ومشيه ومشيه